دربة البداية مع ميدياما البداية مع ميدياما في دور الأبطال الأهل بيدافع عن لقبه كبطل لدور أبطال أفريقيا من خلال المجموعات الأهل في هذه المجموعة معه ميدياما الغاني ومعه يانج أفريكنز التنزاني حيكون في الجولة الثانية والجولة الثالثة عنده شباب بالوزداد ده جانب من مران النهاردة وكابتن خطيب حرص على زيارة الفريق في ملعب التيتش والشد من أزر اللعيبة والاطمئنان من المستر مارسل كولر وكابتن خالد بيبو على حالة الفريق وامتبعتهم في التدريبات اللي بكرة إن شاء الله الأهل حي يستأنفها ويختتمها ويدخل معسكر استعدادا للمباراة المباراة هتبقى يوم السبت الساعة 9 مساء إن شاء الله في ملعب السلام لأنه أستاذ القائرة اتقفل للإصلاحات فالأهل يختار يلعب المباراة في ملعب السلام إن شاء الله كل التوفيه بإذن الله باشواندس والمباراة طاقم تحكمها حيبقى من مالي لإدارة هذه المباراة بقيادة بوبو تروري وبيعونه مديبة سماكي وأمادو بيالي والحاكم الرابع المالي إبراهيم كيتا طبعا طاقم تحكم بلديات أليو ديانج أنا بس عايز أعلق يعني كل ما نحتاج ماء الأستاذ في التوقيت الحارج ما بنلقهوش يعني وهو بيفرق معنا يعني إحنا الديمينشن وأبعاد ملعب الأستاذ وهو كملعب النادي لالي بيرتاح للعب فيه جدا ولكن قدرنا بقى كده فريق مدياما ده أستاذ إبراهيم هو فريق غامض ويبدو أن إحنا قدرنا دائما نقابل الفرق تبقى اكتشافها من خلال الأهلي لو تذكر أن ينبى كانش حد يعرفه نجيري برضو مع النادي الأهلي وده بطل غانا ما حدش يستيين بيه ومجموعتك مجموعة متوازنة جدا يعني أفر جنز فريق كويس وشباب بالوزدات الجزائر وشباب بالوزداد ثلاث فرق من العيار التقيل يعني الناس اللي هي متعودة أنها تسمع عسمها معينة لا الفرق دي فرق يعني ينبغي أن نحقق بدري بدري نتائق طيبة معها لأنه ما فيهاش حصلات الفرق دي كلها عنده فرص الجولة دي بيبدأ مع مدياما الجولة التانية حيسافر لتنزانيا يواجه يونج أفريكنز ويرجع يلعب شباب بالوزداد هنا وبعد كده مباراته مع شباب بالوزداد في الجزائر مقرونة ومرتبطة بالموقف من الاستمرار رب إز الله تعالى في كأس العالم للأندية في جدة إن شاء الله شايفين الشناوي ومصطفى شبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف رباع الحراس أعتقد يطمنه جدا على مرمى النادي الأهلي مؤكد يعني كلنا شفنا مصطفى شبير ودولاتي خلاص قضية أن احنا نقلق وحمزة علاء وحمزة يعني ما شاء الله حارس المنتخب الولمبي والناس كلها بتشيد بيه وكل ناس شايفة إنه حارس مستقبل مصر يعني وطبعا مخلوف كلنا عارفين إمكانياته مصطفى موهوب مش مصطفى مخلوف كلنا تؤكد إنه واحد من المواهب القليلة العالية جدا الصعيدة يعني فيعني لا ما عندناش مشكلة بإذن الله في حراس المرمى نتمنى إنه هم كلهم ربنا يوفقهم ونشوفهم في أحسن صورة بإذن الله كابتل خطيب في جانب التمرين حضوره في التوقيت ده مهم والراجل بيحاول ما تخلفش أبدا يعني هو راح خد حقوقنا فيهم ورجع تاني يوم يحضر الجامعة العمومية ويحضر التمرين عشان يعني حجم شغله كتير حجم شغله كتير وحجم المطلوب منه في رعاية صحته كتير برضو مش قادر يافي بطلبات ده كتير منه يعني أنت محتاج راحة يقول لهم حاجبها إمتى وإزاي فهو يعني يعني يعرف أنت إيه بيرمم على قد ما يقدر لحد ما تتح الفرصة بإذن الله إنه ياخد الأجازة اللي يقدر يحصل له استشفاء منه إن شاء الله طيب نطلع نشوف هذا التقرير الأهلي ومديامة وضربة البداية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر